المرأة لأن المرأة لا يجوز لها أن تطلب من الزوج الطلاق إلا لعذر شرعي والعذر الشرعي إما الخوف على الدين أو لفوات الدين من الزوج كما قلت آنفا أن الرجل أحيانا يترك الصلاة ويصمم على تركه العلماء قالوا منهم من قال أنه بعد ثلاثة أيام على المرأة أن لا تمكن نفسها للزوج أبدا لأن هذا الرجل بهذه الحال بعض العلماء قالوا من ترك الصلاة فقد كفر ووقفوا عند مسألة الكفر بأنواعه لا أريد أن أتحدث في هذه المسألة الآن لكن هذه معصية المرأة إن طلبت الطلاقنا كلها لها عذر شرعي وأيضا المرأة التي يشرب مثلا زوجها المسكر موش فايق طول النهار سكران مش عارف يكون بواجباته مع الأسرة ولا مع الزوجة سيقع المرأة في فتنة فتطلب الطلاق لكن بعض النساء الأسعب الشديد دايما تحاول تسير الزوج في مسألة الطلاق وهي مشى ومعديها عليه رايحة جاية لأنه عارف أنه ممسوك إما بالعقد والأسيمة ومش عارفه الكلام ده وذلك قالوا واحد فينا الحمد لله ما بنكتبش حاجة خالص في مسألة الزواج هو كده خلي بالك لكن بندفع مهرأة لماذا؟ حتى نحكم بيننا شرع الله سبحانه ولا يتحكم فينا أحد نحن نقطع للناس حقوقها لكن المرأة ماشية طالع رايحة طول الليل والنهار عما أنا ماشية ده واحد بيقول لي والله زوجتي كان بتغنها لي طلقني طلقني طول ما تشوف ألا سبحان الله ألا تدري هذه المرأة أنها بطلب الطلاق من غير ما بأس حرم عليها رائحة الجنة المفروض يكون فيه عذر شرعي إنما طلقني طلق سبحان الله رب العمين من طلبت الطلاق بهذه الطريقة فهي تقع تحت النشوز وعدم طاعة الزوج وإحنا كنا التي لا تطع زوجها ولا يرضى عليها تلعنها الملائكة فالله أسأل أن ينجي جميع النسائنا يا رب العالمين من ضمن النساء الملعونات بسرعة كده عشان ناخد الأنواع التي تضع الوشم لعن الله المستوشمات لعن الله المستوشمات المغيرات خلق الله خلي بالكم الكلام ده في البخاري لعن الله المستوشمات لهم بيجوبوا الإبر ويعودوا يغرزوا بيهم على قدوم كده وبعدين يحشوا مكان الإبر دي بعد ما يحفرهم يحشوا مكانها بالقحل أو مداد أو نحو الحاجات اللي هي بتبقى بتتحط كده زي اللي بنشوفه في الجامعات أحيانا نعملوا على الكتف ده بس دي رسومات أعتقد أنها رسمات مش وشم لأن تبقى مصيبة طيب إحنا شفنا الحد هنا كده سبحان الله إحنا شفنا اللي هنا بس إحنا ركزنا على الصور نتحكش طبعا بيضحك خلف الكاميرات إنها هي نظرة أولى والله يعني لما بنشوفها بيقول سبحان الله ناس الله العفو العفو ثم نصر في البصر خلي بالكم فهذا الأمر خطير جدا المصيبة بقى إن حين الوحدة حتى وإن كانت لا تستوشم وهي مجرد رسمات هي تتشبه بمن تستوشم أو تضع الوشم أو تتشبه بالكافرات فيما ترسمه وقد ترسم البنت أو الوحدة رسم من الرسومات يسيء للإسلام تصدقوني ويسيء للمسلمين تبقى مشكلة بل ويسيء للحبيب المصطفى محمد وهم رسمين الرسم أنا شفت بعض الرسمات على فلنة مش هقول على وحدة لكن كانت على واحد فبدأنا نترجمها لأن ما بنعرفش فاجبت واحد بقوله رأي لي كده وترجم قاعد يترجم قال لي على الفكرة ده كلمة قبيحة جدا كمثل الحمار يحمل أسفار يا ترى إيه المحتوط ده هل هي زينة للرجل في البيت إذا كانت تشبهها بالكافرات نقول لا لا يجوز مطلقة يبقى المستوشمة هي التي تغرز الإبر بالبدن وتضع مكانها إما كحلة أو غيرها ده دي المستوشمة أما طبعا وحنا في كلمة الواشمة والمستوشمة يعني الواشمة اللي هي بتعمل والمستوشمة التي يفعل بها الواشمة وهي راضية عن كده دي برضو ملعونة أي مطرودة من رحمة الله من ضمن أيضا المطرودات والملعونات المتنمصة النامصة والمتنمصة لعن الله جل وعلا المتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله لعن الله جل وعلا المتنمصات 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 اللي هن سبحان الله رب العالمين التي يأخذنا من الوجه من أصل شعر الوجه زي تيجع الحجب وترككه أوي يعني يترككه أوي يعني فيه ترقيق مش قوي وينفع نقول لا إذا كان في الجبين أجازه البعض إذا كان في الأماكن زي الأماكن هذه أجازه البعض طيب إذن مسألة فيها إجازة في مسألة التزين الإسلام لا يمنع الزينة ولا يمنع أن تظهر المرأة بأفضل مظهر أمام زوجه لكن إما تجد واحدة مرققة حاجب جدا وهي في الأصل يسموها أستاذة فقه ويجيبها في محطة من المحطات وأراها بعيني لأنه كنت بتابع البرنامج سجل لي في بيتي عشان أنا كنت بشوف فيه نقاشات معينة فتوم سجلوه على ما أرجع فبراجعه للأسف الشديد وجدت اللي قاعدة بتشرح مع الرجل المزيع يعني نامسة ومتنمسة سبحان الله ومرققة وهي أستاذة بترد وكنت قد رفضت الجلوس معها مرة في برنامج عشان ترد عليه في شريطي اللي هو الرد المثالي على كلمات الأغاني عشان اللي كنت حطط فيها القصيدة إني خيرتك فاختاري فرفضت نعلم أيضا بالمخالفات هذه يعني إحنا بنقول النامسة المتنمسة يلعنهن الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال لعن الله لهن وتأتي هذه التي تعلم الناس وتقع في هذا الأمر عيانا بيانا أمام الكل يمكن الواحد لما يخطئ في حق نفسه بينه وبين نفسه أمر بسيط لكنني أقول أختي الفاضلة اتق الله في نفسك فالنامسة والمتنمسة لعنهن الله سبحانه وتعالى النامسة التي تأخذ شعر الوجه تأخذ شعر الوجه شعر الوجه إيه؟ مش كله طبعا اللي هو زي الحاجبين أو تقوم بترقيق الحاجبين والمتنمسة المفعول بها ذلك بناء على طلبها خلي بالكم أيضا من ضمن التي يلعنهن الله المتفلجات لعن الله المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله الكلام ده في البخاري خلي بالكم يعني المتفلجات بالحسن المرأة التي تأتي إلى أسنانها وتبريها أو تعمل فواصل في القواطع المقدمات الأسنان هذه تعمل فواصل كده سبحان الله مغيرات لخلق الله الكلام ده خلي بالكم في البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا الواشرة والمستوشرة الواشرة اللي هي بتبري ما بين أسنانها أيضا من ضمن اللعنات التي تنزل على بعض النساء أو النساء الملعنات التي تصل شعرها لعن الله الواصلة والمستوصلة لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غير شعرها يعني مثلا واحدة بتلبس باروق من غير حاجة لذلك واحد يقول لي يعني في أحيانا يعني زي ما سمعنا الشيخ علاء ربنا يكرمه كان بيقول إزالة العيب أحيانا جائز لكن ليس في مسألة البروقة التي وضعت كده هكذا يعني سبحان الله لوصل الشعر وغيرها هذه محرم أما إزالة عيب ده بيبقى عند العلماء له أمر آخر وتفصيل آخر طيب الواصلة التي تكون بوصل الشعر بشعر آخر والمستوصلة المفعول بها ذلك التي طلبت أن يفعل بها هذا الأمر أيضا هذه ملعونة من ضمن النساء الملعونات المتشبهات بالرجال المتشبهات بالرجال لما تبص كده من الخلف مش عاوزك تبص غض الطرف ما تعرفش إن كانت رجل ولا بنت هي التسريحة وهو قصة الشعر ومية في المية سبحان الله طيب إيه أحيانا نحن والله العظيم أحيانا كنت يعني مشيين فظمنت إن اللي ماشي قدامي ده ولد فدي بالعربية طلع بنت دي بقى إيه نقول عليها إيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال يعني واحدة ما تعرفش إن كانت رجل ولا بنت رجل ولا ست ولا أياه ما تعرفش ده الكلام ده في البخاري خلي بالك برضو تبتتشبه بالرجال بعبارة عن إيه إما باللباس اللبس يعني يعني بتلبس زي الرجل أنا عارف إنك هتقوله إن بنت زي الرجل مهيش كمالة عدد أو البنت زي الولد مش كمالة عدد نعم نحن نكر بذلك والمسألة عظيمة جدا فالبنت عندنا في الإسلام تعتبر هي كل المجتمع إذا أرادوا أن يقولوا العملية بالتقسيم فهي نصف المجتمع وهي تلد النصف الآخر فهي كل المجتمع ومش الكلام ده بنقوله خوف يعني لا هي فعلا عندنا تمثل كل المجتمع زي ما قال حبيبنا لاتصل علينا يا ربي ارحمنا وإياه وجميع السامعين والمشاهدين فعلا البنت عندنا أو الأم عندنا غالية جدا عالية جدا فهي الأرض الطيبة التي تغرس فيها البزرة التي من خلالها تخرج السمرة وهي الأخلاق تتمبتك النبات إذا سكيت بماء المكرمات تقوم إذا تعحدها المربي على ثاق الفضيلة مثمرات فهل يرجى من شباب خيرا إذا نبتوا في حضن المتشبهات ما تصلى عن نبو محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مشكلة خطيرة يبقى المتشبهة بالرجال ملعونة لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال في حديث البخاري وقلنا من خلال اللبس ده تشبه ومن خلال الحركات تشبه في بنات عندها حركات زي رجالة بالزبط تقول لك ده بنت راجل لا بنت راجل ما يكون في الحاجات التي تستاهل تبقى راجل خلي بالكم لكن في الحاجات التانية كتشبها دية مصيبة المصائب لأنها تخرج من رحمة الله إن بقيت على ذلك وظلت على حالها ولعن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري المترجلات من النساء واحد يقول لي يا عم الليلة اللي كلها لعن دي نقول لا إن شاء الله كلها رحمة كلها رحمة والله خلي بالكم إحنا ما بنقل عناصر دي دايما إحنا ما بنجي على الحرام بنعدده نقدر نعده لكن الحلال ما نقدرش نعده كم من الأمهات الفضليات أمامنا الآن وكم من الأخوات وكم برضو من العاصيات اللي في قلوبهم خير فإحنا بنجيبهم النهاردة ما تصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من ضمن الملعونات من النساء زائرات الكبور النبي محمد في حديث النساء وممكن تنطق النساء وأبو داود والترمذي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقالة أبو هريرة لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات الكبور اللي هم قصدين من المسألة مجرد زيارة زيارة رايحين بس كده واخدين وإحنا عندنا في المصريين صراحة يعني خاصة النساء بعد الموت التمثيل بيشتغل التمثيل بيشتغل تبص تلاقي الواحدة مطلع عند زوجها في الدنيا ومع ذلك في كلمة مطلع العين دي سبحان الله يعني روحه طلعه في الدنيا بسببها وبعدين تلاقيها واخد السمك وراحاله وراح فينا حج المرحوم كان بيحبه ما كان بيطلع له زعانف على ما بيطلبه كانش بتعمل دلوقتي راحاله بالسمك واخد القطط كلها وراها وراح عند المكان وعملين يعملوا حاجاتنا البدع والخرافات ليه يا حج أصل مرحوم المرحوم ولا يجوز لك أن أن تكون المرحوم من الذي قال أنه مرحوم نعم إن شاء الله يرحم لكن نقول رحمه الله الله يرحمه لكن لا نكر قولا قبله أمر الله سبحانه لأن ده تألي على الله والله أسأل أن يرحم الجميع يا رب يبقى أيضا زائرات الكبور اللي رايحين من غير عزة يعني اللي رايحة مش عشان الموعظة مش عشان الدعاء للأهل الكبور لا أبدا ده هي رايحة بس من كده مجرد تسليع أو عادات يوم الخميس ويوم العيد الصبح ويوم ده حرام شرعا حرام والله طيب دية ملعونات من أقررنا على ذلك واستمرارنا عليه أيضا من ضمن النساء الملعونات النائحة ده ملعونا أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسائي والإمام أحمد وأصل الحديث اللي فيه اللعن ده في مسلم خلي بالكم اللي هي بتنوح على الميت خلي بالك أختي خلي بالك أمي الله يكرمك الله يكرمك يا رب اللي بتقعد تصوت ومسك يا منديل محلاء وعمالة يا حبيبي يا غالي يا اللي كنت كل أمالي تم كان في الدنيا قدامك ويمكن تكون الموتة بتاعته بسبب ضغط جاله أو بسبب سكر راح منه أو بسبب ملح مش لاقيه خلي بالكم المشكلة دي خطيرة تبقى ماشيين عاملين فضايح في قلب العزة الناس عمالة تصوت واللي فط على مش عارف إيه إن كانوا أولاد صهار ماشي ربنا يا رحم الجميع لكن الصوات دي والحياة الخطيرة دي ده ده اعتراض على قضاء الله وذلك تلعن هذه المرأة التي تنوح وبعدين تحشر يوم القيامة سوداء الوجه زرقاء العينين مش أنها زرقة حلوة ده البيض أزرق ملك يقودها وملك يسوقها ادخلي إلى النار فنوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا يلا ادخلي نوحي بقى أهداك صواتي يبقى ملعون المرأة التي تنوح على الميت ابكي ماشي عياطي ماشي فالبكاء رحمة لكن من غير اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى يا أمي يا أختي المسألة والله خطيرة يبقى اللعن ده جاي من 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 النبي والنبي ما بالعنش حد بسهولة لابد أن يكون اللعن هذا جاء من الله سبحانه وتعالى واللعن هذا الترد من رحمة الله مش عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود لطم الخدود يجيب ايديه كده ويسقف على ايه تبدأ بالإيد ده أنا شفت واحد ماسك حزائين وشغال ده واحد راجل ما ظنك بالنساء بقوله بتعمل ايه يا ابن حلال كده قال أبويا أبويا يا شيخ سيبني في حالي تقوله تب اجمد بقى اجمد اديها كمان قوي يعني سبحان الله لعن الله أو النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث البخاري ليس منا يعني النبي بقوله انت مش مني انت مش معايا انت مش تابعي انت مش يعني مش مش ورايا الخط بتاعك بعيد عني مش دي مكارم الأخلاق يا اخوان ازاي يكون احنا بنبحث عن عن الأخلاق حتى مش مكارم الأخلاق ونمسك كده أحزيه ونضرب بها الوجوه اعتراضا على قضاء الله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب نمسك كده السياب ورحشة ايها ليس منا ده مشكلة ودعا بدعوة الجاهلية الواحدة شغالة لطم وصراخ وسبحان الله تقول انت الغالي اللي عندي وخليك بس يمشي جنبها كده وقول لها سبحان الله أصيلة وجميلة بس لو أعرف عنوانك هتقول انت اللي كنت عندي كنت مسكني في العمراء 14 26 يوليو 11 على اليمين ان شاء الله وهتبع عمالة برضو تعيط يا غالي اللي مسكني في الشارع الفلان ما عاوز اتعرفك المكان يبقى المسألة ما تبقىش كده ابدا لابد ان احنا نمشي ورى النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن ايضا الملعونات ويا رب نجي نساءنا جميعا لعنا الله جل وعلا المحلل والمحل الله والنبي محمد عليه الصلاة والسلام اخبرنا عن التيس المستعار ده ملعون والمرأة انراضيت بذلك ملعونة واللي يرضو بالحكاية دية دخلين في المسألة ده الكلام ده في حديث ابي داود ورواه احمد والنسائي ايضا والتلمذي وابن ماجا الكلام ده خطير يا خلنا والله بعض النساء يعني ايه التيس المستعار التيس المستعار ده يعني راجل تيس فجه تيس طلق زوجته فما تزعلش اصل لفظة تيس ده ان كان يزعل وان كان في عيب ما كانش قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يغضب اللي يقع عليه لكن هو في الاصل يخرجنا احنا من نطاق هذا الامر فواحد طلق زوجته طلقه ثلاثة ماينفحش ترجع له تاني الا بعد ان تنكح زوجا غيره من غير ترتيب يعني ما يقولش فلان يتزوجها وانا عارف انه هيطلقها فراح اجيبه عشان اخليه طلقها بعد كده وارجع له اللي هيعرف فيهم المسألة دي اتدخل تحت اللعنات تانكح زوجا غيره وتعيش معاه مش بنية انها تتجاوزه عشان تتطلق عشان ترجع لزوجها لو كان في نيتها كده دخلت في اللعنات واحد يقولي تم واحد الزوج واخد باله من نيته ده خارج من النصاق مش واقع تحت اللعنة ترجمة نانسي قنقر